السلام عليكم واشتراكم أخوتي إن شاء الله تكونوا لأباس وبخير والأخير أجلكم اليوم في فيديو جديد فيديو تعلوم أخوتي سنجاوب على بعض الأسئلة التي تتكرر عليها بزاف في التعليقات وكانين بزاف ناس يطلبون مني أنني نجاوبهم بسرعة وكذا لهذا أخوتي أحبت نفعل فيديو كما فهمتكم أخوتي من وجهة سننهز بزاف تعليقات وإستفسارات ونجاوب عليهم إن شاء الله في فيديوهات هكذا لتعمم الفائدة والناس كامل تستفيد في عوض ما نفهم كل واحد وحده ندير فيديو والناس كامل إن شاء الله تفهم خوتي وكذلك خوتي نطلب منكم الناس المستبعين تلك القناة التاعي وخوتي العزاز نطلب منكم أنكم نديرون إعجاب الفيديو كما العادة وكذلك الناس اللي مازال اللي دخلوا القناة جدد وتعرفوا على القناة تاعنا نطلب منهم كذلك أنهم يديروننا متابع القناة تحت بالزر الأحمر يكليكوا عليها بشكل متابع وكذلك يديروننا جامل الفيديو ويخلينا كومنتر من ذلك خوتي بارك الله فيكم خلونا نبدأ مع هذا الفيديو أشكو الإقامة السياحية نقدرون نخدم بها في تركيا وإذا كان ما عندناش الإقامة نقدرون نخدم ولا لا لا هذا سؤال مهم بزاف خوتي أنا نأكد لكم وعلى كم يقولوا ضمانتي ما كاش حتى واحد في تركيا راو خدام يعني بطريقة مريقلة ولا بالإقامة يعني كباش تدبر شغل بالإقامة لازم يبعثوا لك عقد عمل من تركيا وعقد عمل يكون حقيقي يعني صح هذه الشركة محتاجاتك باش تتخدم عندها وتقدم على تأشيرات تأشيرات عمل فما تتحصل على إقامة عمل أما باقي الناس اللي عندهم إقامة سياحية والله ما عندهمش كامرة يخدموا فيما عاملت على خياطة وفي الوزينات وفي القهوة وفي الريستوران يعني ما كاش حتى واحد را يخدم كما نقوله احنا يا مريقل وبالاسمها ما عند الناس اللي قلتم يروحوا من الجزائر بعض الناس يحبوا ينصبوا على الناس يقولوا اروح نبعت لكم لكي تجيب إقامة عمل كيف منها يا خوتي لم يكن عقد عملي يتباع بالدراهم اتونسيو يعني كي تتخدموا لازم تكون صح الشركة محتاجاتك وتواصلت معها نتايا وبعثوا لك دعوة مجانا وطرق لهم فما نورمان انسان يخدم رأسه كيف حتى عقد عمل تباعوا لي بالدراهم ومن بعدها تقولوا ينخدمك هذه مكيش منها يعني حذر يا خوتي ننصحكم من عقد العمل يعني خلاصة القول انه مكيش حتى واحد لو يخدم في تركيا بالإقامة يعني بالإقامة ولا بلا إقامة السياحية ستخدم فهمتوا هالفكرة هذه خوتي أعطيكم الصحة وكنتروحوا للسؤال الثاني المرأة يعني كان واحد سؤال ستخدمني واحدة قالت لأخي راشيد أنا كنزيد في تركيا يعني تولد أسكو كما نقول ينقلوا إلى جنسية تركيا خوتي لأنه مكينة أتنام منها زوجة تركيا يجب أن تكون متزوجة من تركيا لذلك وللعكس يكون متزوجة بأحدة تركيا ولذلك يستطيع أن يتحصل على جنسية تركيا وعدي ثانية معلومة أفهمتك بجكل لا تستطيع دخلك إلى أوروبا لذلك أوروبا يعني الجواز الصفر التركي سيدخلك بعض الدول للبولقان حتى الجزائر ستدخلها بالتأشيرة صاحب الجواز التركي يعني معناتها الجنسية التركية لا لديها تقيمة وليس هذه الأشياء التي تصرف عليها لكي تحصل على الجنسية يعني لا تقيمة أوروبا أوروبا فرنسا إيطاليا إسبانيا مهم إن شاء الله تكونوا فهمتوني في هذا السؤال السؤال الثالث أطرح لي بزاف يتخصوني الناس يقولون كندروا فيزا السياحية تاعة 30 يوم هذيك أسكو كنروح لتركيا نقعد ثمانة ونعود نرجع أسكو وراهي ماتت لي صايا الفيزا والله نقدر نعود نسافر بها خوتي اللي دير فيزا السياحية دخلة واحدة أكم تلقاه بالتي تلقى مكتوبة single entry يعني دخول واحد وفيها 30 يوم يعني كنروح تقعد ثمانة وترجع لاشتا تقعد نهار برك يعني صايا تموت تروح وترجع تموت لازم تعود تدير واحدة جديدة أخوتي والناس اللي يحبوا يديروا فيزا بشعود يروحوا ويجو النهار اللي يكونوا يعمروا في الفورميلر يديروا multi entry يعني الدخلوا يخرجوا يعطونهم متاع عامين ولا تاعة ثلاث سنين إن شاء الله تكونوا فهمتوني في هذا السؤال أيضا عدنا السؤال الرابع اللي يسخسوني بزاف ناس يقولي أخويا رشيد أنا أحب أن نخدم عندك حجز الفندق وحجز التذكير أو الفورميلر مثلاً اللي رح يدفع بسجل تجاري والله خدام النورمال وكيني الناس يحبوا ثانية يخدموا على والديهم يقولي أخويا رشيد كيفاش نتعامل معك؟ صحيتي أخوتي أنا أتعامل عن طريق الواتساب يعني نعطي لكم الواتساب يعني نعطي لكم الواتساب ويطلع قدامكم تبعث لي ميساج ويقولي السلام عليكم أخويا رشيدة أن يحاوز الحجز الفندق نخدمه لك نبعث لك السي سي بي صوري طانو هذا كبيرا وبعثت لي وتبعث لي صفحة الأولى نخدم لك هذه الأوراق نبعث لك بي دي اف وتذهب إلى الأقرب سي بار هذا مكان خاوتي لأن في المكان خلالي وفي المكان خلالي هذا ما كان من نخرجهم مل سيت نخرجهم مل سيت ويكونوا على شكل بدي اف وتم بريميهم هذا ما كان خاوتي يعني لم يكن لدي مشكلة ما كان مجل عندي ما كان أولو عن طريقة هكذا كما نقوله الواتساب والإيميل نبعث لك الأوراق ان شاء الله تكونوا خاوتي فهمتوني في هذه النقطة بالذات كان سؤال من أخر أحببت تاني كان الناس الساقسوني يقولون يا رشيد مثلا رجل عنده سجل تجاري ويحب يدير معه مرته في السجل التجاري ويرحوا يدفعه في الضغطية قصدي نورمال يقدر عادي بكل سهولة أولا السجل التجاري والحساب البنكي محلولها المتحدة والحساب البنكي ويقوم بعملها المتحدة ويجب أن يكون لديها حاجة الفندق والتدكيره والفورميلر وهو ثاني نفس الشيء ويدفعه مع بعضهم ويمدههم التأشيرة بكل سهولة يعني يخوضي ان شاء الله تكونوا فهمتوني في هذه النقطة يعني أي شخص واحد بك في العائلة يقدر يدير لنا سيكون يدير لهم المتحدة والمتحدة ويضع الأوراق إذا كان حدام أو يضع ما تعمل وكشف الراتب وكشف الراتب وكشف الراتب وكشف الراتب وكما أقول لكم الأوراق وكشف الراتب أنا أخدمهم أي واحد يتواصل معي هذا الواتساب ونطلع فيكم خوتي وسؤال ثاني يطرح لي الآن أسكوا يمدون في الفيزا ويضعون فيديوهات ويضعوني كثيراً ونحبوني أكثر من أجد أن أخبرهم الحمد لله الناس ستعرف ودائماً كما أقول لكم أننا نجيبهم مليسيت أفيسيال ونضع لكم الروابط كي أتأكدون بفوسكم المهم خوتي بالنسبة لأي أحد يحب أن يستفسر وعنده وتسؤل خوتي يكتبوني في تعليق خوتي أنا لا أجب أن نجاوب على الناس كلها سوف نرى التعليقات المهمين والتي يحتاجون أن ينضر عليهم فيديو نضر فيديو كما هكذا ونجاوب علي عدة تساؤلات أسئلة لناس كما يقولوا وحبوا نجاوبهم عليهم ونضر فيديو كما يتفرجوا أنت ويتفرجوا الناس واحد أخرين فهمتوا لي يا خوتي مهم واحد ما يزعف علينا وواحد ما يتقلق علينا أنا أراني هنا يا خوتي كما يقولوا للمصح والإرشاد ونفهمك إن شاء الله خوتي وكامل تدو فيزا هادية على الطرق وما هي حاجة سهلة مهلة والناس الذين يدخلوا جديد القناة التاعي يدخلوا الفيديوهات ويشوفوا كان بزاف خوتي كان بزاف يعني فيديوهات فيهم جميع المعلومات وتقدروا يعني قاعدوا تلقوا الشروحات خوتي نطلب منكم إن شاء الله أنكم تدعمونا في الانستغرام تانيها والحساب تانيها ويطلع قدامكم خوتي ودخلوا الانستغرام ودعوا لي خوتي متابعة لأنني إن شاء الله أمعود ندير فيه اللي لايف فما ونجاوب على كامل التساؤلات تاعكم بشواحد ميزعة فعليا ندير لايف وانتم ما ساقسوا خوتي على رواحكم ونجاوبكم إن شاء الله بإذن الله ما بقى لي خوتي إلا نقولكم سلام وطلعوا لي في رواحتكم وانتظروا إن شاء الله في فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة